بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه النفع والفاعدة للجميع وأن يرزقنا المقامات العليا بإذنه تعالى في هذا اللقاء نتشرف بصاحب الفضيلة الأسهد الدكتور عادل انطيرات في برنامجكم شدرات فأهلا وسهلا به مرحبا بك أخي الدكتور خالد ورحب بإخواني وخواتي مشاهدي ومشاهداتي أحياكم الله وإياكم وكما تعودنا في هذا البرنامج نحاول جاهدين جاهدين إن شاء الله تسليط الضوء على بعض الموضوعات التي تمس إلى معرفتها الحاجة وخاصة التي تكون سببا في أصول العبد إلى مبتغاه وهو السعادة في الدنيا والآخرة حيث يقوم برضى ربه سبحانه وتعالى والفوز بجنته ومن هذه الموضوعات التي نود الحديث عنها في هذا اللقاء قضية السعي في قضاء حوائج الناس وأن هذه من أسباب السعادة وخاصة في مثل هذه الأجواء الإيمانية و هذه الليالي الشريفة والأيام الفاضلة فماذا عسانا أن نقول في قضاء حوائج الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من فضل الله عز وجل على عباده أنه ينوع لهم في الطاعات و في الأجور فهناك صلاة و هناك صيام و هناك حج و هناك أخلاق و هناك بروالدين و هناك أمر عظيم إذا شاع في المجتمع أصبح مجتمع يسوده المحبة و الوئام و الأخوة و هو شيء في الحقيقة يشرح الصدر حين احتسب الإنسان الأجر من الله سبحانه وتعالى و هو أن الإنسان يكون نافعا للناس مفتاحا للخير ينفع الناس يقضي حوائجهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح الخير مغاليق للشر و إن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للشر خطوبة بين النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر و مغلاقا للشر و النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث عظيم لخص لنا هذه الطاعة و هذه العبادة أن يقوم الإنسان بنفع الناس ابتغاء مرضات الله عز وجل و ما هو الأجر العظيم يقول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم و لاحظ كلمة أحب الناس أحب الناس إلى الله من هو أنفعهم للناس و أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم و هذا من النفع أيضا نعم تقضي عنه دينا تكشف عنه كربة تطرد عنه جوعا و لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا و لأن أقوم في حاجة أخي و لأن يقوم في حاجة أخي حتى يقضيها له أو حتى أثبتها أو حتى أثبت له ثبت الله قدمه يوم تزوم الأقدام يعني هذا حديث جامع مانع يبين كيف أن نفع الناس و القيام بحواج الناس ابتغاء مرضات الله فيه أجر عظيم من أكثر من وجه الوجه الأول أن هذا أحب الناس إلى الله فإذا ردت أن تكون محبوبا عند الله عز وجل فقم بنفع الناس بما تستطيع ابتغاء وجه الله عز وجل ثم إذا ردت أن تعمل أفضل أعمال إلى الله هو أيضا تقوم بخدمة الناس ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب ولعلنا نقف عند هذا الشيء العجيب و نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل أهلا وسهلا بكم من جديد و عودة إلى برامجكم شذرات و مع الدكتور عادل و كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند ذكره أن هناك شيء عجيب في قضية قضاء حوائج الناس و أن خير الناس أنفعهم للناس فما هو هذا الشيء العجيب يا دكتور؟ نعم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر لو عملنا حسبة الآن الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لو اعتكف شخص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا شهر ثلاثين يوما إذا كانت الصلاة الواحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فخمس صلوات بخمسة آلاف في ثلاثين مئة و خمسين ألف صلاة ثم معها اعتكاف ثم معها قراءة قرآن أجر عظيم جدا أفضل من هذا كله أن يقوم الإنسان بحاجة أخي مرة واحدة أن يخدم أخي أن ينفع أخاه أن يخدم أخاه أن ينفع أخاه مرة واحدة لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا ثم إنه في مسجد النبي عليه الصلاة فانظر إلى الأجور عظيمة الحسن البصري تابع الجليل و غيرهم من التابعين و الصحابة يفقهون هذه القضايا كان هناك إنسان صالح اسمه ثابت البناني كان معتكفا الحسن البصري قال للتلاميذ و إخوانه يذهبوا اقضوا حاجة فلان في خضية ما لكن مروا ثابت البناني يخذوا معكم يقولون ذهبوا إلى ثابت قال أنا معتكف فرجعوا الحسن البصري قالوا إحنا أردنا أن نأخذها قال أنا معتكف قال فأنكر عليه قال أما علمت أما علمت بأن قضاء حواج الناس أفضل من حجة بعد حجة يقول فترك الاعتكاف و ذهب معهم فانظروا إلى الفقه صحيح لأن النبع السلام قال في مسجدي هذا شهر كامل أفضل من أن تقضي حواج الناس فترك اعتكافه و ذهب ليقضي حواج الناس صحيح سبحان الله إذن هذا يدل على فضل قضاء حواج الناس و لكن يعني كيف يتسنى الإنسان أن يقوم بمثل هذا الشيء و خاصة قضية النية و دخولها في هذا الأمر اليوم يعني بعض الناس يقول أنا ممكن أريد أن أصل إلى منصة معين حتى أخدم الناس أو أحيانا يعمل العمل و يقول أنا فعلت كذا و فعلت كذا فما هي النصيحة لمن أراد أن ينفع الناس هل يتكلم بمثل هذه الأشياء أو يحاول إخفاء هذه الأعمال حتى يجر عليها أكثر و تكون لوجه الله نعم هذا صحيح لا ينبغي بلا يجوز أن الإنسان يأخذ هذا الطريق لمصالح الشخصية يعني ينفع الناس و يخدم الناس لمصلحته الشخصية أو لوصول إلى منصب معانته هذا ليس لله سبحانه وتعالى فأنا أنفع الناس لله عز وجل لا أريد منهم جزاء ولا شكورة ولا أريد مصلحة شخصية إنما غرضي أن أؤجر من الله سبحانه وتعالى و أحصل هذه الأجور و لذلك الذي ينفع الناس فإن هذا من صناع الخير و النبي صلى الله عليه وسلم يقول صناع المعروف تقي و صارع السوء فهذا نفع لي أني أفعل الخير للناس حتى الله سبحانه وتعالى يبعد عني مصارع السوء هذا واحد الأمر الثاني أن الأصل أن الإنسان يخلص العبادة لله عز وجل و لا يشرك معه أحد و الله عز وجل يقول يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي تركته و شركه يعني لا يجوز له أن يرائي بعمله و لا يريد ثناء الناس و لا مدحهم و إنما يريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى و أما إذا أراد وجه الناس فإنه سيحرم هذا الأجر بل قد يكون عليه وزر ثم الذي يحرص على كشف كروبات الناس و تفريج همومهم الله عز وجل يجازيه من جنس عمله الجزام من جنس العمل من فرج عن مسلم من كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه فربه من كربه من قيامه و الله في عون العبد و كان العبد في عونه هذه قايدة شرعية عظيمة الجزام من جنس العمل فما تفعله في الدنيا تلقاه في الآخرة فأنا هدفي أن أفرج هم هذا الشخص أقضي عنه دينا أضرد عنه جوعا أنفس عنه كربا تضع عنه دينا تتجاوز عنه هذه أمور ما شاء الله كثيرة و إذا كان هناك شخص يدين الناس غني ثري يدين الناس يدين الناس فإذا جاء العمال عماله قالوا فلان تأخر كذا يقول تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه فيتجاوز الله عنه سبحانه وتعالى إذن قضاء حوائج الناس فيها خير عظيم للإنسان و كما ذكر الشيخ الجزاء من جنس العمل في اختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه و منكم صالحة العمال و أن نجمعنا بكم في لقاء آخر بإذنه تعالى و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة